اهلا بكم معكم سامو التدروس باحث مصري في معهد هاتسون في واشنطن وانا عمار عبد الحميد كاتب وناشط حقوقي السوري مقيم في واشنطن ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وكمان على حساباتنا على تويتر والانستغرام وقعت اليوم على امر تنفيذي لجمع شمل العائلات من جديد لكن الحراسة على الحدود ستبقى بنفس الصرامة التي كانت عليها دائما الادارة الامريكية تتراجع عن قرارها بفصل اطفال عن اهليهم من المهاجرين غير الشرعين بعد اختراقهم الحدود الامريكية طبعا الموضوع ده بيجي بعد ضغط شعبي رهيب داخلي وخارجي لكن ما زالت قضية الهجرة غير الشرعية ملهاش اي حل ما فيش اي اجماع مجتمعي او سياسي على كيفية التعامل معاه هو بالحقيقة السياسية يعني كانت بحد ذاتها غير اخلاقية وغير انسانية وما بطلق بالولايات المتحدة الامريكية على الاطلاق وحتى التراجع عنها يعني نهاية المشكلة لانه الاطفال هلأ راح يكونوا مع اهليهم بمعسكرات اللي هي بالحقيقة السجون بس لازمة ككل مفتعلة لانه بعام الفين كان عدد مهاجرين غير شرعين مليون وستمائة الف هلأ نزل العدد لحوالي 300 الف من قبل هاي السياسات فعمليا منع بحاجة لهالسياسات والاجراءات الغير انسانية فيه ازمة بامريكا بس مو بس حوالي الهجرة حوالي الهوية وهي الازمة عم تطعمها يعني 300 الف مزال رقم كبير بحتاجين نعمل حلقة نتناقش في الموضوع طايا اكيد رغم تعديل القوانين اللي جاءوا في 2015 نلقاه ان قوة القوانين الجزائرية لم تغير الذهنيات بالنسبة للعنف المسجل للمرأة بالجزائر من فترة بسيطة تسبب الاعتداء على فتاة محجبة باطلاق حملة احتجاج واسعة عبر مواقع الانترنت باسم خلوة ترونكيل او دعوها وشأنها على ما يبدو ان هاي الحملة اوحية لشاب جزائري باطلاق حملة مضادة دعا فيها الناس لرش النساء البلسوا بشكل غير محتشم بالاسيد يعني شو معنى الحشمة اذا كانت فتاة محجبة كمان تعرضت لاعتداء واضح انه هون احنا عم نتعامل مع ناس عندهم العقلية مرضية هي كراهية المرأة وهدول ما كانوا طبيعي ما صح يعني احنا عندنا في مصر تم اخلاق سبيل النشطة الحقوقية مزن حسن في قضية التمويل الاجنبي ضيما لهاش علاقة بموضوع المرأة لكن لفت انتباهي احد التهم الموجهة المزن بيقولك الدعوة والحثة على التحرر غير المسؤول للنساء يعني انا نفسي الفهم هل في مثلا تحرر مسؤول وتحرر غير مسؤول فروب بعد كده يعملولنا كتالوج ان الهدوم من اني حتة لاني حتة دي اللي يبقى ده مسؤول وده غير مسؤول الطالب المسيحي لا يحصل على معاملة بالمثل في المدارس الحكومية ونحن دايما بنقول انه ده جوزه بيشكل انتهاك يعني صارخ للطالب المسيحي وده بيشكل تمييز على اساس الدين في المدارس الحكومية وبالتالي المدارس الكامبونية يعني هي بتلعب دور اساسي ودور جوهري في تغطية هذه الفجر في السودان وزارة التربية والتعليم في ولاية الخرطوم بتجبر المدارس المسيحية على إلغاء عطلة الأحد واستبدالها بعطلة يوم السبت يعني أنا نفسه فهم هما ايه مشكلتهم ان الناس تاخد اجازة يوم الحد يعني عشان مصلحة الطلبة طبما الاهال اللي مدخلها عيالها في المدارس دي عارفين انه هما ياخدوا اجازة يوم الحد مدارس دي مدارس دينية وطبيعي فيها الكهنة او الرهبان اللي هما المدرسين اللي فيها عايزين يمارسوا شعائرهم الدينية ما فينا نتجاهل بالحقيقة الصياق العام لهذه الحادث انه عنا نظام حاكم بالسودان ونظام اسلامي وبالنسبة الى المسيحيين ان هنا اهل ذمة ومنواجبهم تجاه اهل الذمة ان يشعرون انه هنا المواطنين درجة تانية اصبحت اليوم قضية الغش قضية الغش مع انتها في اللحظات الاولى من توزيع وهذا مع انتها بعد تحرية تجرتها بزارة تربية مع قطاعات اخرى السلطات الجزائرية تقرر حجم الانترنت في الدولة قبل انتحانات البكالوريا منعا للغش يعني ظاهرة الغش منتشرة اكيد بكل الدول العربية بس المشكلة هي بالحقيقة بالنظام التعليمي نفسه بسوء ادارة هذا النظام بعدم امكانية بالحقيقة اعطاء المدرسين تأهيل وتدريب معين المعاشات غير مناسبة طلاب يشعروا بضغط نفسي كتير كبير بسبب اهمية الامتحان ما فيه تفكير نقدي بيتم التحفيز عليه من خلال التدريس ما فيه مناهج عصرية هاي هي المشاكل الحقيقة اللي عنا بالنظام التعليمي اذا بدك تعالج الغش عالج هاي المشاكل متمنع الانترنت يعني فيه ثلاث نقط هنا اولا هي تحول الامتحانات الى ازمة للطلاب والدولة لدرجة انتحار طلبة في السنوية العامة في مصر بسبب الامتحانات وخوفهم منها رغم ان النتيجة واحدة يعني انت دخلت كلية عن داسها ما دخلتش كلية اصلا اخرج برضو هتقعد على القهوة ومش هتلاقي شغل ثانيا هي مدى انتشار الغش والفساد بنتهم الدولة وبنتكلم على الفساد فيها الغش اصبح ظاهرة مقبولة مجتمعيا في مجتمعاتنا خلي الطلاب تنجح والاهلي بيساعدوهم من ينجحوا النقطة الثالثة اللي عندنا هنا العقلية الامنية في التعامل مع كل الموضوع يعني اي مشكلة بتوجهك يلا اقطع هو ده الحل ما حلتش اي حاجة كما قلنا العام الماضي اذا لم نرى اي تحسن فان الولايات المتحدة تنسحب رسميا من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الولايات المتحدة تنسحب من مجلس حقوق الانسان الدولي شكلك معترض المشكلة انه الانسحاب مو طريقة بالتعامل مع المشكلة لانه بيفقد امريكا اي قدرة الى للسيطرة والاحتواء المشاكل الكتير اللي موجودة بالمجلس بس امريكا فشلت في كل محاولات الاصلاح للمجلس نيكي هيلي تكلمت على ده في الخطاب اللي اعلنت فيه الانسحاب وبتتهم المجلس انه مجرد بيحمي منتهك حقوق الانسان ومخصص لمهاجمة اسرائيل فقط هذا ممكن تقوله على كل الامم المتحدة يعني هذا المشكلة موجودة بصميم تركيبة الامم المتحدة والموجودة ومنعكسة بكل المجالس التابعة لامم المتحدة اذا كان الانسحاب هو الحل من الافضل انسحاب من الامم المتحدة بس يعني هتعمل مجلس يناقش حقوق الانسان وانت قاد مع دول بص قيمة الاعضاء انجولا الصين مصر باكستان السعودية فنزويلا هو انسان الا هتتحقق يعني بصراحة فيه وجهة نظرين مستشار الرئيس الامريكي لعملية السلام وصهره جارد كوشنر يزور المنطقة لدفع عملية السلام الى الامام يعني جارد المجرد من كل المهارات الدبلوماسية المناسبة ومن الخلفية الدبلوماسية المناسبة هل سينجح فيما فشل فيه الخبراء المخضرمون ويعني الخبراء واللي عندهم مهارات دبلوماسية نجحوا قبليه والقضية زي ما هي وما فيش حد نجح اصلا ملمشك لانه لحد قال لا يعني ما ابدأ اي نوع من الرؤى او الافكار المناسبة او طرح اي رؤى او افكار مناسبة فيش افكار فيش رؤى وبالتالي دبلوماسية كوشنر رح تكون دبلوماسية فيشنر يعني دي نقطة طبعا مهمة انه الغاية للنهاردة احنا ما نعرفش ايه هو الاطار الامريكي للتعامل مع هذه القضية عندنا مجرد جعجعة دون اي طحين حقيقي المشكلة الاكبر او السؤال الاكبر ان كل بيحلم بحل هذه القضية بس مش احتمال ما فيش حل اصلا يمكننا ان نعلن اليوم عن قرار وزارة التعليم باغلاق وحل سبعة مساجد بالاضافة الى ذلك سيتم طرد العديد من الائمة لخرقهم للقانون ضد الطميل الاجنبي الحكومة النمساوية تعلن عن اغلاق سبعة مساجد وترحيل عدد من الائمة المتهمين بالتطرف يعني انا متفاهم ان في اوروبا نتيجة مشاكل انتشار التطرف والارهاب الاسلامي في هذه الدول في محاولة للتعامل مع ده ممكن تتعامل مع الائمة المتطرفين من خلال القانون بس غلق المساجد ده اعتداء واضح وصريح على الخرية الممارسة الدينية للمسلمين لدنهم النقطة طبعا في الموضوع عن الحكومة التركية واردوغان بيهجم القرار يعني تحت دعوة حقوق الاقليات يعني تركيا ما سبيتش كنيسة الا وقفلتها دلوقتي بقى اللي مهتم بحقوق الاقليات طبعا في نخفاق كبير بالموقف التركي بس الخطوة خطوة اطلاق اغلاق المساجد كثير اشكالية وفي تضيق الحريات يعني يا لاتن نلاقي حلول من نوع مراقبة التمويل الخارجي تدريب الائمة خاصة داخليا عوضا عن استقدامه من الخارج يمكن هذا يكون افضل مرحليا وكمان لازم نعرف ان اغلاق المساجد بيعطي للجماعات الراديكالية فرصة لتقول شفتوا عم حاربوا الاسلام فلازم نكون في عنا سياسة مدروسة اكتر بهذا الصدد التقرير شمل فحص عدة امور كندماج الطلبة سياسيا واجتماعيا في الدولة ومدى شعورهم بالمشاركة وفحص نسبة التمثيل النسائي الاكاديمي للأسف النتائج كانت مخيبة اعتقد ان هناك سلسلة من الاستنتاجات لنا كنقابات قيادية في المجتمع وايضا على الحكومة توفير الادوات لتمكين المشاركة استطلاع للرأي للتحدي الطلبة الاسرائيلي بيكشف ان اكتر من 50% من الطلبة الجامعين في اسرائيل عندهم رغبة في الهجرة طبعا قبل ما اي حد في منطقتنا يفرح ويبتدي هلل ان صواريخ حزب الله ولا الانفاء بتاعة حماس هما لعمل الموضوع ده السبب اللي بيدفع الناس دي للهجرة هو الاسباب الاقتصادية زيادة كلفة المعيشة غياب الفرص الاقتصادية وده اكبر تحدي لأي دولة في العالم مع انفتاح ابواب الهجرة في العالم كله ان زي خلي الشباب يفضل في البلد وانا بعتقد ان الفساد له علاقة بالموضوع لان المجتمعات اللي بنتشر فيها الفساد بشكل اوي خاصة بالمؤسسات السياسية بتقل فيها الفرص الموجودة للترقي امام الشباب ونحن شفنا بالفترة الاخيرة انه في كتير قضايا فساد بتمس رئيس الوزراء السابق اولميرت بتمس رئيس الوزراء الحالي وزوجته فهي اشكالية كتير كبيرة بالنسبة لاسرائيل المذكرات الخاصة لأربط انشتاين واللي تم نشرة مؤخرا تكشف عن جانب مظلم في شخصيته عنصريته المذكرات تؤرخ لرحلة قام فيها انشتاين بعدد من الدول الاسيوية وفيها انطباعاته عن الشعوب اللي التأفية وكانت الانطباعات فيها كتير من العنصرية خاصة تجاه الصينيين يعني هذا الشيء بذكرنا بضرورة عدم تبجير الشخصيات التاريخية اللي من اعتبرها عبقرية وفردة لانه بغض النظر عن انجازاته وعن عبقرية العبقرية لا تعصم الانسان من الخطأ والزلال لا وكمان عنده تعلاقات عنصرية على الشمين في نفس الرحلة انت ذكرت نقطة مهمة جدا على تأليه البشر عدم تأليه البشر اعتقد ان فيه كمان نقطة ان احنا في مذكراتنا الشخصية بنكتب اوقات حاجات يعني مش مستعدين نقولها وده باية الناس يعني والاهم من ده ان الانسان نفسه بيتطور فكريا اينشتاين في العشرينات بهذا الكلام مختلف عن الشخص اللي في الخمسينات بيلعب دور مهم في دعم قضية مساوية للسود في امريكا مطلوب ان الانسان يتطور فكريا ويتطور للافضل العلاقة بين الرياضة والسياسة علاقة قديمة من ايام الولمبيات القديمة في بلاد الاغريق هل المقاطعة كانت تسييس للرياضة ام هل السياسة كانت بالاساس حاضرة في ظهن بوتين احياء الولمبيات مرة اخرى في 1896 برضو بتتم من خلال فكرة سياسية الا وهي السلام العالمي والاضافة لهذا البعد الدولي الى الرياضة فيه كمان بعد داخلي ايجابي الى يعني هي ساهمت باكتر من مناسبة بمحاولة بث السلام الداخلي اسمع الخبر ده يقول لك قطر عايزة تنضم الحلف الناتو وحلف الناتو بيرفض عضويتها قطر اللي هي قطر اه والناتو اللي هو حلف شمال الاطلسي ايوه اللي هو هون هذا الاطلسي اللي هو هون وقطر هون شو جاب لجاب اهو قاريتهم يا سيتي بابو طموح بالحقيقة طموح مغلط بس طموح يشهد العالم اليوم فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي تجري في روسيا في جو من المقاطعة الديبلوماسية من قبل دول مثل بريطانيا وايسلندا واستراليا واليابان احتجاجا على محاولة نظام بوتين اغتيال عميل استخبارات روسي سابق في لندن هذه المقاطعة ومشاركة دول اخرى مثل سعودية ولبنان على اعلى المستويات نسبيا بتثير باذهان موضوع العلاقة ما بين الرياضة والسياسية هل المقاطعة كانت تسييس للرياضة ام هل السياسة كانت بالاساس حاضرة في ظهن بوتين عندما قام بكل المحاولات وكل المساعة الممكنة لحتى يستضيف كأس العالم ومن قبله الأولمبياد الشتوي في سوتي العلاقة ما بين السياسة والرياضة هي موضوع فقرتنا اليوم يعني العلاقة بين الرياضة والسياسة علاقة قديمة من ايام الأولمبياد القديمة في بلاد الاغريق كان بتتم في شكل تنافس بين المدن المختلفة محاولة احياء الأولمبياد مرة أخرى في 1896 برضو بتتم من خلال فكرة سياسية ألا وهي السلام العالمي نشر الأخاء بين الشعوب وبالإضافة لهذا البعد الدولي للرياضة فيه كمان بعد داخلي إيجابي إلا يعني هي ساهمت بأكتر من مناسبة بمحاولة بث السلام الداخلي نحن نشوف بجنوب أفريقيا مثلا بعام 1995 استخدمت رياضة الرقبي وبناء فريق رقبي ما بين البيض والسود لأول مرة في تاريخ جنوب أفريقيا لحتى تعمل جسور إخاء ما بين المواطنين وبيض والسود وتجاوز موضوع الكراهية العنصرية وتاريخ التمييز العنصري وبالعودة للبعد الدولي دبلوماسية البينغ بونغ ما بين الصين والولايات المتحدة كمان كان لدور إيجابي بكسر حاجز الجمود بالعلاقات المتبادلة وكسرت العزلة على الصين وشفنا محاولة التقليد لده في دبلوماسية الكريكت بين الهند وباكستان بس ما نجحتش لكن أعتقد أن في أغلب الأحيان الرياضة بتكون ما بتحلش هذه الأحقاد أو الصراعات السياسية بل بتكون معبرة عنها أو بتشعلها أكتر يعني إحنا عندنا بمثال وضوح مثلا مثال إنجلترا والأرجنتين بعد حرب الفوكلنز المطش الشهير في كاس العالم يد الله لما ماردونا خطت كورة بإيده الأجواء المرتبطة بي حتى داخل الدول يعني لما تشوف الصراع بين برشلونة وريال مادريد في الدور الأسباني وهل هو معبر عن اهتمام أو رغبة كتالونيا في الانفصال مقابل الملكية المسيطرة على نادي مادريد عندنا نفس الشيء في الدوريات العربية المختلفة الصراع بين الفيصالي والوحدات الممثلين لأهالي شرق الأردن والناس اللي من أصل فلسطيني عندنا الصراع بين الأندية الرياضية اللي من منطقة الرياض أو النجد بشكل عامل إلى منطقة الحجاز والصراع بينهم كل ده بيخلي الرياضة معبرة عن هذه الصراعات ومثل ما أنه أحيانا الأحداث الرياضية ممكن تكون تعبير عن انقسامات داخلية بالمجتمع كمان الأحداث الرياضية ممكن تكون تعبير عن إشكالات ما بين الدول المختلفة مثل ما شفنا بحرب كرة القدم هاللي صارت ما بين سلفادور وهندوراس هاللي كانت يعني المشكلة بالحقيقة أعمق من مجرد كرة قدم وخسارة مباراة المشكلة كانت في الأسباب السياسية واقتصادية بالدولتين بس الشرارة كانت مباراة كرة قدم واستغلال الرياضة أوقات بيتم مش بس علشان الصراعات السياسية دي لخدمة أيديولوجية النظام يعني عندنا المثال الوضع هتلر في الأولمبياد بتساعة برلين بتاعة سنة ستة وتلاتين رغبته أن لازم الألماني ينجحوا في كل الرياضات عشان إثبات تفوق الجنس الآري اللي هو النظرية النازية ومن هوس هتلر إلى إثبات تفوق العنصر الآري كان في عندك بالاتحاد السوفيتي هوس بإثبات التفوق الإيديولوجي للمعسكر الشيوعي ومشان هيك كان فيه بالحقيقة كمان هوس باستخدام المنشطات بألمانيا الشرقية بالذات كان في استخدام ممنهج للمنشطات يعني وشفنا نفس الاستخدام المنشطات مع الصين مع الروسيا عبادت الدول الدكتاتورية بتتعامل مع الموضوع أنه هو يعني بيخدوه على قلبهم قوي هذا المطشات ونجاحهم الدولي بس حتى الدول الديمقراطية فاكر مثلا الأمريكان فيه المعجزة على الجليد المطش الشهير بتاع الهاكي بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في سنة الثمانين كل الدول بتتعامل أنه بيمس الشرفها قومي وفيه طريقة أخرى بالتعامل مع موضوع الرياضة أنت بتحتفي بالنصر بس بنفس الوقت أحيانا السياسية بتخليك تاخد قرار مقاطعة مثل ما شفنا لما الاتحاد السوفيتي غزا أفغانستان كان فيه قرار أمريكي مباشر وساندته الدول الغربية كلا بمقاطعة ألعاب الأولمبية بموسكو عام 1980 هذا الشيء أدى لمقاطعة مضادة عام 1984 للألعاب بلوس أنجلس ما كانت مقاطعة كثير ناشحة يعني والله في موضوع المقاطعة إحنا أسدزة في الموضوع ده أنا ما بتحمس الأفكار المقاطعة خلي الرياضة على جنب بعيدة على السياسة بس السؤال اللي بيطرح نفسه ليه أصلا الدول دي بتحصل على حق تنظيم هذه البطولات يعني فيه حجم فساد مرعب ولاعبة ورق كواليس علشان الدول عايزة تنظم بطولها لتحسين صورتها الخارجية خاصة متل ما شفنا بالفيفا والفساد اللي صار بالفيفا والفضايح اللي صارت بالأون الأخيرة بالأسف في ناس كتير جدا وعنصرين ضد اللون وضد الديانة وضد العرق وضد حاجات كتيرة جدا معبر تاريخنا المعاصر الدول المختلفة حاولت تتحصل على المزيد من المصداقية والمشروعية عن طريق استضافة البطولات الكبيرة مصر حاولت تعمل هذا الشيء بعام 1951 من خلال استضافة أول بطولة لألعاب الشرق المتوسط أو لألعاب البحر المتوسط بالأحرى بعدين قطر هلأ عم تحاول تعمل نفس الشيء من خلال استضافة لكأس العالم بعام 2022 يعني مختلف معاك في الحالة المصرية أعتقد أن ده كان بيعكس أفكار البحر المتوسطية في أعلى النخبة المصرية تفتكر كتاب طاعة حسين في مستقبل استقافة في مصر اللي قال إن مصر جزء من حضارة متوسطية مش عربية أو إسلامية في الحالة القطرية لأ الموضوع إحنا عايزين نبانع على الخريطة ونفس الشيء من خلال احتكار بث المباريات من خلال قنوات بين سبورتز وبالحكي عن بث المباريات بالحقيقة فيه تعبير آخر عن الأزمة العربية الداخلية أو السياسية وكيف بتأثر على الرياضة هي بطولة الأندية العربية هي اللي أطلقت عام 1980 وتوقفت أكتر من مرة لأولي أكتر من سنة بالحقيقة آخرهم كان بخلال أحداث الربيع العربي وما رجعت توقفت لمنذة أربعة سنين وما رجعت إلا لعام 2017 إحنا طبعا خلافات الدول مفيش أكتر منها بين الدول العربية الماتش بين مصر والجزائر اللي كان في القاهرة وبعدين في السودان وأدى لأزمة سياسية الصراعات بين دول شمال أفريقيا أي ماتش بين الجزائر والمغرب لكن الموضوع الأكبر طبعا في منطقتنا إسرائيل المؤاطعة العربية الإسرائيل رفضنا أن هي تبقى جزء من الاتحاد الأسياوي اضطردت منه في 74 ورفضنا أن إحنا نلعب أي مباراة معها في أي رياضة على طول بننسحب عشان مش هنتعامل معا بس كان في شيء أخطر بالحقيقة من موضوع المقاطعة فيما يتعلق بإسرائيل كان في موضوع الهجم الإرهابية والعملية الإرهابية اللي صارت عام 1974 ولتنين وسبعين بميونيخ خلال الأولمبياد اللي قدت لمقتل 11 رياضي إسرائيلي بما أن إحنا بنتكلم على الشرق الأوسط ما ينفعش نتكلم عنه من غير ما نتكلم على الأقليات عندنا مثلا في كرة القدم المصرية استبعاد تام للأقباط من الرياضة عندنا كمان كانت تجربة مثيرة للانتباه نادي بيتار أرشاليم اللي هو أكتر نادي زو فكر سهيوني في الدول الإسرائيلي واستعنتوا باتنين لعبين مسلمين من الشيشان في 2013 والعنصرية اللي وجهتهم فإزاي تلعب للأقليات ضمن الرياضة ده برضو سؤال في منطقتنا أنا نهيتي المهاردة اللي أنا أتكلم عن موضوع غزة وموضوع غزة ده واجب علي مو بس الدول والأنظمة اللي استغلت الرياضة لأهداف سياسية الرياضيين أنفسهم كمان لما كان عندهم رسائل حابين وصلوا لمجتمعاتهم استغلوا فرصة مشاركتهم بأحداث رياضية للتعبير عن هذه الرسالة في عندك المثال الشهير عام 1968 بألعاب الأولمبية بالمكسيك الرياضيين السود الأمريكيين رفعوا شعار بلاك باور لاحتجاج على السياسات التمييز العنصري اللي كانت لساتة موجودة بأمريكا بدات الوقت ونفس الشيء ما زال بيتقرر نهارده لاعب كرة القدم الأمريكية كولين كابرنيك ما زال كان بيرفض أنه يقف في النشيد الوطني الأمريكي شفنا طبعا مثال في منطقتنا أبو تريكا تضامنا مع غزة تي شيرت بتاعته أو اللاعبين اللي من أصل ألباني أو من كوصفو فيه منتخب سويسرا بعد ما بيسجلوا فيه المنتخب السربي وإزاي الفيفا بتدرس تاخد موقف أم لا في الموضوع بالضبط والرياضيين المشهورين كمان استغلوا أحيانا اسمهم خارج النشاط الرياضي يعني محمد علي كلاي لما كان مفروض أن يروح للبيتنام وينضام للحرب البطولة بس بعدين كسب جماهيرية كتير كبيرة في عندك اللعب البرازيلي سقراط كمان خلال إدارته لنادي الكورينثيان بالبرازيل أداره بشكل ديمقراطي سمح للناس يصوتوا على القرارات المختلفة كنوع من التحدي للنظام العسكري القائم بالبرازيل بهذاك الوقت هلأ فشلت تجربة سقراط بس القصة مهون القصة أنه هو كان مصر ومحمد علي كلاي كان مصر أن الرياضيين المعروفين عندهم واجب أخلاقي وإنسان تجاه مجتمعاتهم لازم يقوم فيه يعني أنا شخصيا أفضل أن الرياضة والسياسة يتبقى منفصلة تماما ولنا هنا موقف فعالم مثالي مش هيكون فيه علاقة بين الرياضة والسياسة الواحد يقدر يستمتع بما تشكورة أو سباق جر من غير ما يدخل الخلافات السياسية في الموضوع للأسف ده مش متاح الواقع أن المنافسات الرياضية هي مجال التنافس بين الدول وطبيعي أنها تتحول لحرب لخدمة أنظمة أو فرصة للتعبير عن مواقف سياسية لكن حتى في ظل ده فيه مجال في الرياضة للسمقوة بالنفس البشرية فوق الصراعات السياسية والاستمتاع بالتفوق والضعف البشري بالنجاح والفشل وبالروحة الرياضية الحقيقية للرياضيين المتفوقين مكانة اجتماعية كبيرة وهذا الشي بيخلي التزامن بالصمت حيال أزمات معينة أمر غير حيالي الخيار المتاح أمامهم يمكن ما يكون سهل بس هي ضريبة النجاح أحيانا الموضوع نفسه بينطبق على الدول خاصة الديمقراطية منها هي الممكن تؤدي مشاركة الرسمية ببعض الأحداث الرياضية لأسباق شرعية على أنظمة وحكام معروفين بانتهاكاتهم الممنهجة لحقوق الإنسان ومشاركتهم بجرائم حرب الخيار المتاح أمام هذه الدول يمكن ما يكون شعبي بس أحيانا المبادئ لازم تأخذ أولوية لأن عالم بيعطي شرعية لمجرمين الحرب بحاول نكلنا لشركاء بالجريمة وكان هذا هو موقفنا